هنروح لدورة سوبر كرة السلة دورة سوبر كرة السلة طبعاً زي ما حضركم عارفين ان فرقة الاهلي خست من الاتحاد 3-0 في سلسلة المواجهات واحتل بيها النادي الاهلي المركز الرابع ونادي الجزيرة خسر مبارح مباراته الثالثة مع نادي الزمالك بعد كسرطايم ليحتل المركز الثالث وكده طبعاً للليحة بتاع اتحاد السلة النادي الاهلي من الحق وضم 3 صفقات جديدة بالاضافة للمحترف طب انا عايز اقول حاجات مهمة جداً على الخبر ده حضركم شفتوا ان اداء الفريق تحسن مباراة الاولى التانية التالتة وصلنا للتالتة بدون المحترف بنعمل كسرطايم مع النادي الاتحاد ولولا التحكيم الحقيقي يعني انا بقولها بصراحة لولا التحكيم ادانا حقنا لو كان التحكيم ادانا حقنا يعني طبعاً ده انا ما بقولش ان احنا في احسن حال عشان بس ما تقولش اصلا هيساً بيقول ان السبب الرئيسي في التحكيم لا احنا مش في احسن حال وعندنا لعيبة كتير مش موفقة انا بقوله ولكن اديني حقي لو لا التحكيم في المباراة التانية والتالتة لأ كان هيبالينا شأني تاني وكان ممكن السلسلة الطول اكتر من كده وكنا ممكن نتقها يعني اصد اقول ان فريقتنا كويسة فريقتنا كويسة طبعاً مع الشغل اللي هتعمل مع طبعاً بداية السنة مع اللاعبين اللي ممكن ينضموا مع فواتة اعداد جيدة مع جهاز فني ان شاء الله لسه لما النادي الاهلي يعلن طبعاً احنا بنعيش اي حاجة قبل ما نادي الاهلي يعلنها ولكن بعد ما نادي الاهلي على قدوم يعني سواء استمرار المدرب هيكون الدنيا الموضوع مختلف خالص خالص مع النادي الاهلي ولكن فيه دي اول لقطة عايز اتكلم عنه فيه لقطة تانية لعالم كله مبارح اتكلم على اريكسون لاعب طبعاً دونمارك اللي وقع مبارح فيه مباراته مع فنلندا وقع في الملعب وكان اصيب وجال وتوقف للقلب المدد خمس دقايق طبعاً حاجة جميلة جداً وطب له رائع طبعاً مش قدين نجيب فيديوهات عشان دي الحقوق يعني قنوات اخرى واحنا بنحترم الحقوق ولكن طبعاً شفنا طبلو من اللعيبة جميل جداً وشفنا من الجهاز الطبي شفنا من الجمهور شفنا من لجنة المنظمة تكاتف كبير جداً اشاري حافظه على حياة هذا اللاعب اكيد وسلمته على فكرة احنا بيحصل معنا كده في الدورة الموصل لقطات كتيرة جداً ولكن احنا بنحط عليها الدوق في مطش التالت الاتحاد والنادي الاهلي اللاعب اسماعيل احمد لاعب نادي الاتحاد في كرة كاتهجمة النادي الاتحاد وكاتفاست بريك وكان ابو النصر بيدافع على اسماعيل احمد واسماعيل احمد نزل ليعمل بوست اوب تحت الحلقة وبيلف خطف ظهره اللعيب وبيستلم كان ميوراها ابو النصر ابو النصر حاول يجي قدامه رجله لفت لدرجة ان اسماعيل احمد سمع ابو النصر بيسرخ من الوجع ولما لف اسماعيل احمد وقع لف ابو الناصر وقع على الارض. ظهر اسماعيل احمد بقى مكشوف للحلقة. يقدر يحيط باسك. اسماعيل احمد وقف اللعب وشوري الحكم. قال وقف اللعب ابو الناصر وقع في الارض. طبعا بنشكرك يا اسماعيل احمد ده مش غريبة عنك. على فكرة. اخلاقياتك واسلوكك. انت لعيب كبير. ونجم. ولعب وانتخب مصر. وحققت بطلاق كتيرة جدا جدا. بنشكرك وبنقريكو. يعني حتى لو حاجة بره جدران النادي الاهلي او بره النادي الاهلي وحاجة تمشي مع اخلاق وقيم النادي الاهلي اكيد بنشيت بيها. فاسماعيل احمد الحقيقة الحركة اللي عملها دي لقطة جيدة جدا. ولولا طبعا ان احنا ما نقدرش نجيب الفيديو لان دي حقوق لقنوات اخرى. واحنا زي ما قلت حداكم بنكرر بنحترم هذه الحقوق. بنشكرك يا اسماعيل احمد. بنشكر طبعا اللافتة الطيبة دي. ووقف اللعب تعالج ابو النصر وخرج يتلقى العلاج واستكمل الاتحاد السكندير المباراة بعد كده. وقد تكون المباراة دي الكرة دي كانت ممكن تبقى فيصلية. يعني كان ممكن يحط باسكت يخسروا باسكت يقولك. ولكن بنشكر طبعا اي تصرف جاي.